أحد الأحاديث صح ليك في التلفزيون لما تقول أنت بتبصلي ليه قلت كده قلت أن في شيخ هو اللي نصح هذا من ضمامة بس هو الموضوع كله والملخص أنا أعوذ بالله مش التراجيم بنا أصرفهم عننا يا رب كان فيه فترة يمكن أنا قلت في بعض الأحاديث أو كده بعض البرامج الرياضية في المنتخب فيه ناس بتستعين بدجالين أو شيوخ يعني وبيؤمنوا بفلان وعلان وحاجات مين دي مش قادر أنكر هو ده كان بيحصل هي دي بتبقى راجعة للشخص نفسه هي حاجات شخصية على فكرة تفاعل وتشام خلي بالضبط هي حالة نفسية المدرب بيحس نفسيا إنه ممكن جدا لو جبت مسلا حد جي أرى قرآن للولاد أو يعمل أو فلان ده لعب ده هو ده اللي هي العملات هي حالة نفسية يعني إحنا كان فيه مجموعة كده دول خلاص نفسيا أصلا خلي بالك فيه مدربين كده يعني فيه لعب الكرة مثلا فيه شوز يعني شوز فوتبول كرة خدم ما يقدرش يغيره لو قطع يروحي خياته تاني ومنهم محمد النني ده حقيق عمل محمد ده مساء شوز خياتها خمسين مرة راح بازل بس عشان بيتفاعل به يتفاعل به فهي الموضوع في الحتة دي يتفاعل ويتشاعل ويؤمن بحاجات صغيرة كده وحاجات بسيطة يعني طب واعتزالك بقى واعتزالي أنا جيت أنا فنشت حياتي طبعا في الإسماعيل لما رجعت تاني بعد أنا بعد ما مشيت من الأهلي على طول أنا عدت ست شهور ما لعبتش لأن طبعا كنت في فترة هي الفترة بقى اللي بتتكلم فيها الليل أصابات كتير وشد ومزق شوية بس أنا طبعا كنت جددت ثلاث سنين في الأهلي وتم فسخ العقد بعد كأن أبو محمد نجي جده فالفترة دي بقى كان خلاص القيد قفل في الأندية فكان صعب جدا أن أروح في في النوادي كانت متاحة حاجات بسيطة قوي فكان صعب قوي بالنسبة لي كان الكابتين آيمن شوقي كان موجود في أمريكا ساعتها فقالت له أنا بالمرة هجي لك أعمل شك كامل على جسمي وأشوف أنا فيه إيه أنا مش عارف فيه إيه بالصف